سهلا الخير اهلا بيكم في حلقة جديدة من شهوية فاتفادة يمكن فترة اللي فات كنتم اخذ اجازة معلش كنتم بطل فيديوهات فنتكلم كده بسرعة على احداث المهمة الفترة اللي فاتت يمكن مش بس الاسبوع اللي فات نتكلم كده في الاحداث كلها ويلا وجود عباتكم الحلقة لايت سبسكرايب شير في كل حتة يلا بينا نبدأ يمكن على الصحة الدولية كان اكبر حاجتين بيحصلوا او اكبر بلدين فيهم احداث هما افغانستان ولبنان نبتدي بأفغانستان اخبار واربعد طالما انا عمالة تاخد محافظة وارا محافظة وتسيطر عليها لحد ما وصلت العاصمة ودخلوا العاصمة ودخلوا قصر الرئاسة وسيطروا على المطار وبتالي الناس تهرب من المطار وشوفنا المشاهد المؤسفة بتاعت الناس اللي ماسكوا في تهرب من بره والناس اللي وعت وسيطروا فهلا الحكم ورئيس الجمهورية هرب والجيش رمى السلاح وجري وسيطروا على البلد بالكامل والناس بتاعت خافوا ايه اللي هيحصل وهلا عصر التمانينات هيرجع تاني وا 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 لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل لشان لسه مش باين ايه اللي هيحصل ولكن خلينا ناخد الموضوع من اوله الموضوع من 2020 بيتحضر له او يعني كان فيه مؤشرات لي في 2020 وقبل ازمة كورونا على طول في فبراير 2020 تحديدا كان اول اتفاق ما بين امريكا برئاسة ترامب وقتها كان ترامب لسه ممشيش وما بين حركة طالبان والموضوع كان غريب جدا ان الاتفاقية تحصل ما بين امريكا وحركة مش دولة افغانستان نفسها كنا اتكلمنا على الاتفاق ده في حالة وقتها وان الموضوع غريب ان الاتفاق بين حركة ودولة ولكن المفروض يعني انه ده كان الاتفاق للسلام وانه بناء عليه امريكا تبتدي تنسح بشكله باخر وانه على اقل في الفترة الحالية هو وقف اطلاق النار وانه يعني وقف الحرب ما بين امريكا وحركة طالبان وبعدين بايدن لما مسك قال اعلن في السنة دي انه بحلول 11 سبتمبر السنة دي اللي هو هتكون الزكرة لعشرين على احداث ابراج التجارة العالمية انه مش هيكون فيه ولا مجند في امريكا وبتدى فعلا الانسحاب التدريجي واحدة واحدة لحد ما حصل اللي حصل وسيطرت طالبان على الحق من ناحية جوه امريكا الجمهوريين والديموقراطيين بيتخنقوا من السبب في الموضوع رغم ان ترامب عمل الاتفاق وبايدن كمل عليه ونفذ الانسحاب بس كل واحد برميه على التاني حتى ترامب ابتدى يظهر في المشهد مرة تانية ويعمل مؤتمرات على خلفية الاتفاق ده وعلى خلفية اللي حصل في افغانستان وبالناحية التانية الناس اللي خايفة ايه اللي يحصل في افغانستان وقضايا لاجئين والكلام ده كله بس برضو حركة طالبان طلعت يعني تدي الكلام اللي هو يهدي الدول دي انه مفيش محساس في المرأة والمرأة ريها لكامل حرياتها وهتقدر ان هي تشتغل وتتعلم هو بس احنا عايزينهم يلبسوا الحجاب والكلام ده كله اللي هو بالعرب يعني سكتهم بكلمتين لحد ما يبان ايه اللي هيحصل بالزبط وناس كتير متوقعة يعني مساوئ كتير لسيطرة الطالبان على افغانستان ولكن هيبان في الام الجاية مش كل حاجة بيبان في الاول ونروح للبنان لبنان من ساعة الانفجار بتاع السنة اللي فاتت اللي كان في الميناء بتاع بيروت والدنيا لسه موقفتش على رجليها لحد دلوقتي مفيش حكومة لحد دلوقتي مفيش نتائج للتحقيق اصلا في الموضوع ده وزاد وغطى مشاكل كتير ليه علاقة بالتضخم والسعر الليرة قدام الدولار وهي كمان بقى فيه ازمة بنزين اللي اثرت بتبعية على ازمة طاقة لما ما يعرفش لبنان اصلا فيها ازمة طاقة من مدة كبيرة جدا لدرجة اني توفير الكهرباء بيكون 50% على الحكومة و50% على الناس يعني الكهرباء تشتغل اربع ساعات وتفصل من تبع الحكومة وبعدين اربع ساعات من الجينتر بداعج وعدين تفصل وترجع من الحكومة فيعني المجمل 12 و 12 دفقوا ناطق كتير في لبنان فكمان لما يبقى فيه مشكلة وقود ده بيزود الدنيا اكتر واكتر فغير سعر العملة اللي هي الليرة قدام الدولار اللي عمال ينزل وبقى فيه سوق سودة اكتر بكتير من قبل كده والسائل الفرق ما بينهم كبير ما بين السوق السودة والسعر الرسمي كمان بقى فيه ازمة محروقات خصوصا بعد الانفجار اللي حصل في محافظة عكار لو ده ما انتقل اسم صح فالمحافظة هي على الحدود مع سوريا حصل فيها انفجار في خط انابيب في نص الشهر ده في نص شهر اغسطس على فكرة كان فيه انفجار حصل قبل كده في اخر شهر نوفمبر السنة اللي فاتت فيه ناس بتتكلم على عمليات تهريب لسوريا وفيه ناس بتتكلم على سرقة وفيه ناس بتتكلم ان المكان مش مغطى امنيا يعني حاجة كده شبه انفجار خط انابيب الغاز اللي كان بيحصل في سينة كل شوية عندنا كده والحد ما عاد تصوير الحلقة مفيش حكومة لابنانية تشكرت لحد دلوقتي وكل ما حد يتاخد تكليف ان يبقى رئيس الحكومة ييجي في اخر مرحلة يعتذر او يختار ناس وما يخلفش ناس ويعني اصلا تشكيل الحكومة طبقا للدستور اللبناني دلوقتي مش عارف لازم مش عارف مين سني ومش عارف مين شيعي ومش عارف مين مسيحي قصة كده معقدة بس لحد وقت تصوير الحلقة فيه واحد يتكلف برئيس النويب الرئيس الحكومة بس لسه مشكلش حاجة وعمال في اجتماعاتنا الرئيس الجمهورية فانا اتمنى السلام والخير للشعب اللبناني ولكل الشعوب وربنا نستر طيب ونيجي لمصر مصر الفترة اللي فاتت كان من الاخبار المساترة جدا السنوية العامة ونتيجة السنوية العامة والمجميع ومش عارفه وفي ناس مجمعها اتصدمت فيها وفي ناس برضو الاوائل بمجميع غريبة كده المهم وطلع التنسيق في الاخر التنسيق المرحلة الاولى بيبتدي من 88% علم علوم ومش عارف حاجة و 80% علم الرياضة وحاجة و 70% او مش فاكر كام بالظبط المهم التنسيق المرحلة الاولى ما بقاش زي زمان ما بقاش 97 و 95 وكلام ده كله فإيه اللي بيحصل اللي بيحصل من وجهة نظري هي اول الخطوات ان احنا فعلا نصحح مش نصحح التعليم كله بس هي اول خطوة ان احنا نشيل فكرة البعب عبد هسنوية عامة نشيل واحدة واحدة فكرة ان كليات قمة وكليات قاع والهكس ده واحدة واحدة هنقضي على دروس خصوصية لانه ببساطة سهل ان حد بطوله بمذاكرته العادية بتحصيله العادي يجيب المجميع ده يعني عشان بس نبقى واضحين اذا كنت بتكلم اني مرحلة اولى من من 88 في المية فمرحلة تانية هتبقى مثلا تسعة وسبعين في المية ده تحصيل ممكن حد يلحقه على فكرة يعني ده تحصيل العادي فده ممكن يقلل الضغط او الخوف او الهلع على الدروس الخصوصية فواحدة واحدة ممكن تنتهي برضو بنفس العقلية لما تبقى من كلية طب ولا هندسة ولا 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 قابلة من المجميع دي فساعتها غراص مش هيبقى فيه الضغط النفسي على الطلبة بشكل الزيادة انه كان بيبقى جايب 94 و95 في المية وممكن مالحاش الكلية اللي هو عايزها ما حضرنا ناس يا جماعة بيبقى 96 في المية ومعرفش يجيب طب وبيدخل صيدلة عشان هي اللي في المجال الطبي او بيدخل اسنان بس هو مش حابب اسنان واللي بيبقى داخل هندسة وبعدين بيدخل اقاليم او مالح او مالحاش خالص يبقى هو عايز هندسة وتركيزه كل هندسة وبعدين يدخل اي كلية تانية وبقى يشوف خيامله في حياته فانا شايف ان واحدة المنظومة دي بتتحسن والراجل فعلا بيشتغل قدامه صعبات كتير والراجل ما بينكرش ده في صعبات مننا احنا كشعب واهالي ووي 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 وفي صعبات لي علاقة بالحكومة والبنية التحتية والانترنت ونظام الامتحانات والكلام ده كله والراجل شغال عليه انا شايف ان هو راجل بيشتغل في الاتجاه الصح يمكن بس فيه مقامة للتغيير او اي ان كان عادة بس انا شايف نوابه بيشتغل في الاتجاه الصح محتاجين بقى نكمل على ده ان يبقى فيه تطوير في التعليم الجماعي يعني انت الوزير التربية والتعليم ده مسؤول من اول الكيجي لحد سنوي بعد كده بيبقى مع وزارة التعليم العالي وزارة التعليم العالي محتاجة نفس التطوير لأنه عندما يطلع دكتور يطلع دكتور بجد ومهندس يطلع مهندس بجد ومهندس يطلع صيدار يطلع صيدالي بجد ولما يطلع حد خريك تجارة شعبة محاسبة يطلع بجد ولما يطلع حد تجارة شعبة ماركتينج أو بيزنس يطلع أيضا فاهم هذا هذا ما يحتاجون أن نطوره في الفترة القادمة ويمكن أكثر من الناس يتكلم عليها وحصلت الأسبوع اللي فات وهي مداخلة الرئيس السيسي في إحدى برامج صادة البلد اللي يتكلم فيها أو الجزء الانتشر كان على الوعي الديني وأن الناس بتتولد بالوراثة مسلم أو غير مسلم وهل فكر أو مفكرش وهل فعلا هم خايف يفكر ولا المفروض يفكر وكل الكلام ده الحقيقة هي المداخلة في حد ذاتها كانت أكتر من كده بكتير يعني المداخلة كانت حوالي ربع ساعة واتكلم في قضايا كتير ودعم الفن والثقافة لمناشطة القضايا وبعدين في الأخر قال أن المشكلة في العموم وذكر حتى التعليم بس هي المشكلة الأساسية في العموم هي فكرة الوعي وبعدين يتكلم على الجزء بتاع الوعي الديني في الحقيقة أنا شايف أن الكلام حلو يعني هو الكلام حلو بس هي مش كل الحاجات اللي بنتكلم فيها أو مش كل الحاجات الرئيس السيسي بيتكلم فيها أو القيادة السياسية بتتكلم فيها بيحصل فيها خطوات بمعنى أنا شايف أن كل شوية بيبقى فيه كلام موجه لفئة من فئة الشعب يعني ساعات الفئة اللي هي متوسطة أو تحت المتوسطة اللي هو ما تخافوش وبكرة تشوفه مصر وما حدش هي قد يجي جنب الميا والكلام ده كله ده كلام للفئة دي الفئة بتاعت الاستثمار أيوة هنعمل وهنسوي وهنبني وهنعلي وبنعمل مصر جديدة وبنعمل دولة جديدة والعاصمة الإدارية والعاصمة المش عارف إيه ومدينة العالمين والاستثمارات ونشجع ونجيب والدول والكلام ده كله ده كلام تيه كلام بتاع الفن والثقافة والكلام ده هوا حصل في المداخلة بندعم الفن والثقافة قضية الوعي الوعي الديني مش عارف إيه كلام ده كله تمام الكلام كويس بس إيه بقى من كل الحاجات دي خدنا فيها خطوات أبولش مفيش خطوات اتخذت بسقول في حاجات ما اتخذش فيها خطوات أو في حاجات الخطوات اللي فيها ما كانتش متناسبة مع الكلام يعني مثلا الكلام بتاع يعني الرغيف العيش ممكن سعر ويغلى ده فين مراعاة الناس اللي تحت المتوسطة في الموضوع ده ده أصلا أكشن عكس الكلام أساسا وإن كان ما تنفسش الحد دلوقتي واعتمنا ان هو ما يتنفسش مثلا تغليت سعر سعر الكهرباء أو تطبيق نظام الشرائح يعني بخاطة النظر يعني انت متفق أو مختلف عليه ده برضو يعني أكشن في عكس الاتجاه فلما يكونك الأكشن متوازي مع الكلام تبقى كده الدنيا تماما لحد اللي هاتي ماشي كلام كله كويس وكذلك انا شايف ان فيه كل شوية كلام لكل فئة من فئات الشعب تماما اوكي بس لو كل بقى أكشن في الاتجاه الصح للفئات دي هيبقى الموضوع أحسن دي دي وجهة نظر بالنسبة مثلا الموضوع الوعي الديني وكلام دي كله من الناس بتطالب من زمان جدا بحاجات في قوانين الأحوال الشخصية بان خانة الديانة تتشلم البطاقة من حاجات كتير جدا هل انت فعلا هتعمل ده بص يعني معمش من زعلش مني بس يعني في حاجات كتيرة بتخلص بسرعة ويقول لك بتوجيهات من سيد الرئيس الناس اجتمعت وقرروا واحد ارتين ثلاثة او مجلس الشعب اجتمع وقرروا واحد ارتينثلاثة او رئاسة مجلس وزراء عدت واقرت واحد ارتينثلاثة. في حاجات بتخلص بسرعة هي بتوجيهات من سيادة الرئيس. في حاجات تانية مبتخلص بسرعة رغم انه ممكن سيادة الرئيس يوجه لهاٌ wo h u kllte فهنا مش بنتكلم هو كويس او مش كويس ان بس في المجمل فيه حاجات بيتاخد فيها اكشن وحاجات بيتاخدش فيها اكشن بس ده ملخص الكلام بس كده ده كان ملخص الاحداث المهمة جدا يعني في الفترة اللي فاتت ان شاء الله نرجع تاني كل اسبوع لو اجبتكم الحلقة لايك سبسكرايب شير في كل حتة اشوفكم ان شاء الله الحلقة اللي جاي سلام